في ماليزيا ممنوع تقول لذول انت ما ماليزي ممنوع تقول لذول امشيها صيني ممنوع تقول لذول امشيها هندي نحن هنا ممنوع باشن بالقانون بالقانون نعم بالقانون لو واحد قلت له واحد امشيها صيني بطوالي حيوم اشتكيك واحكسب القضية بتاعته وهما ذاتهم يعني تعتبر عنصرية اي نعم تكون عنصرية وجهوية وقبلية نحن نحن هنا في السودان طبعا زي موتك نحن كلنا كم واحد ما نحن ما إثنيات صراحة يعني المحس والسكوت والحلفاويين والرباطاب والمناصير والشوائق والجعلين والضناك كلنا نحن بالناصر وكلنا نوبة كلنا كم واحد يعني ما جينا من خارج السودان قد يكون بعض الناس يموتك اختلاط بيننا وبين العرب في فترة من الفترات خلت يكون بعض الناس عندهم سحنات عربية وبعضهم ما زالوا يحافظوا على النوبة الأصليين يعني في السودان كده ولغتنا كلنا لغة عربية واحدة الماليزيين يتكلموا الماليزي يتكلموا الصيني يتكلموا هندي نحن عندنا لغة واحدة بصحيح في لحجات محلية هنا وهناك لكن ودي تعتبر نقاط قوة يعني وفرص الناس ممكن تستثمر ما يطرد أن يكون عندنا يعني صراع إثني ولا صراع طبقي ولا صراع جهبي بالعكس يكون مفترض يكون عندنا توحد ونستفيد من هذا التنوع بالنسبة للثقافات في دارفور وفي كردوفان وفي جبال الانجسان السؤال